أكد المشاركون في ندوة عقدتها هيئة شباب كلنا الأردن في الكرك الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية وبالتعاون مع تجمع لجان المرأة الأردني أكدوا أن المرأة الأردنية ومنذ تأسيس الدولة كانت وما تزال تقدم نماذج مشرقة للأعمال والجهود التي تبذلها في مختلف مجالات الحياة وأشار المشاركون إلى أن النقلة النوعية التي شهدها القطاع النسوي في الأردن ووصول المرأة إلى مراكز صنع القرار ساهم إلى حد كبير في رفع قدراتها على المشاركة في المجالات كافة كما بيّن المشاركون أن الدافع الأساسي للنهوض بواقع المرأة هو دعم المجتمع المحلي لها بالإضافة إلى قدرتها على اتخاذ القرار المجتمع لا نغطي الدورة المرأة الأردنية حظيت بدعم من القيادة الهاشمية الحكيمة الواعية التي ساعدت المرأة بالتقدم في الجوانب العلمية والعملية والاقتصادية والسياسية لتشارك بكفاءة في جميع مجالات الحياة الورشات تعتبر توعوية لتعزيز دور المرأة في المجتمع ووضع بعض الإضاءات على القوانين التي تهم المرأة وكيفية التمكين السياسي وما هي الجهات التي يمكن أن تدعب مثل هذا الدور اليوم حضورنا في هذه الورشة هو حضور فعليا بامتاز بأنه نحن نحضر شباب وبنات في نفس القاعة لما أنا بشوف أنه مثل هذه الورش ممكن تزيد من الفكر التنويري عند الشباب بفئاتهم الذكور والإناث هذا الشيء بعزز من قيمة المرأة في المجتمع اليوم من الورش استفدنا أنه نحن كمجتمع لازم نكون يد وحدة الرجل ما بقدر يعبي كل الفراغات المرأة لها كمان مكانها ووجودها وبتأثر كثير في هذا المجتمع